مع تسجيل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا تجاوزت الخمسة ألاف حالة كسر العراق حاجزا ربع مليون إصابة منذ تفشي الوباء في البلاد بداية العام الحالي ارتفاع الإصابات قابله تزايد كبير بأعداد الوفيات في عموم البلاد الأمر الذي دفع السلطات إلى التحذير من انهيار النظام الصحي الذي يعاني بالأساس من صعوبات جمام منذ سنوات وزارة الصحة عزت الزيادة في الإصابات إلى تجامعات الكبيرة التي جرت في الأوينة الأخيرة دون مراعاة الإجراءات الاحترازية المتمثلة بوضع الكيمامات أو الحفاظ على التباعد الاجتماعي سيما خلال أحياء مراسم زيارة عشرة وسط توقعات باستمرار تصاعد الإصابات خلال الأيام المقبلة وفي الوقت الذي فتحت فيه العديد من الدول المرافق الحيوية بعد انخفاض معدلات الإصابة في مجتمعاتها نتيجة التزام مواطنيها بات العراق ضمن قائمة أكثر عشرين دولة بانتشار الفيروس بعد تخطيه لألمانيا وثاني أكبر البلدان العربية بأعداد الإصابات بعد السعودية الأزمة والكوارث تكشف من يعمل لمصلحة بلده ومن لا يأبه بالنتائج الكارثية التي ستقول إليه البلاد نتيجة استمرار تجاهل التعليمات واللا مبالاة ليبقى مصير المرحلة المقبلة مجهول ومرهون بمدى وعي المواطن وإدراكه لمسؤولياته والخطر المحدق بالعراق ترجمة نانسي قنقر